السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا على خير وباخير في احسن الاحوال مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة عشورة قربات ان شاء الله مبركة واشركم غادي نحضرو فقيقسات اللي هو صغير ديال الفقاس مجموعين كيجي رائع جدا مدق زوين وساهل بزاف ومقادير اللي هما مصاد متوفرين في اي بيت ولعبار بالكاس اي واحد يقدر يوجدو وكيوجد بسرعة ما فيه اجتمارة بزاف ما تحتاج ولا قطاعات لا مول لا حتى هاجة بقوا معايا باش شوفوا المقادير وكيفية تحضير هاد الفقيقسات الصغيرين سوف نحتاجه عندي ثلاثة ديال مع الكبار ديال الكاكاو عندي اللوز القياس اللي عندكم ديال اللوز تقدروا ديرو حتى كاوكاو إيفلي إلا ما عندكمش اللوز منتوفر ديرو حفينا المهم ثلاثة ديال البيضات واحد الخميرة من وزن سبعة جرام واحد الفانيلا كاس ديال الزيس ديال العنبة كاس ديال السكار نفس الكاس باش شابرو وكاس ديال الحليب شوية دروح ديال اللوز ولا ماء الزهر الروح ديال الزهر شوية ديال الملحة ودقيق متابعة الحال على حساب الخالد غندوزو لطريقة ديال التحضير اول حاجة ناخدهم طبيعة الحال البيض اول حاجة كان ديرو ملحة في الهي باش كان بدأو ضروري انا عندي زعبا مش شي عاجة ضروري غتخسر ليكم الوصفة غير انا بيضة كان بدأ بملحة فهد الحالويات هادو غير كتعود وصافي سوف نضيف الفاني سوف نضيف السكار سوف نضيف السكار البيض سوف نضيف الحليب من الاحسن كل شي يكون بحرارة المطبخ الزيت سوف نضيف المكوينات مزيان مع اضافة ديال الروح ديال اللوز نضيف خميرات الحلويات نضيفه في الدقيق اللي يكون مغرب المن طبيعة الحال نضيفه بشوية بشوية نضيف شوية و نضيف الكيمية الثانية و نحرك بيدي باش نعرف نضيف العجين كيفاش خصو يجيني نضيفه في الدقيق نضيف واحد شوية نضيف العجينة و نحبس نضيف الكاكاو لأن الكاكاو يشرب سوائل بزاف نضيف الصح لنا العجينة نضيف الشوية نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو نضيف الكيمية الثانية نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو نضيف نضيف الكاكاو و نرى ما يريدون تستطيع الكاكاو من الوز لم تغلق تستطيع الوز مفتوح يمتلك الكاكاو من المزيد اضافة الكاكاو وانا كنقس بيدي باش كنعرف كديراء العجينة كتشوفو هنا العجينة مقص حتاش باش يجينا ذاك الفقاقصات مهويين ومسوس كيما كنقولو لو فقاس مسوس ايدن في هدوك مغرق مسوس مغرق في هدوك تقيبات كيبان انه زوين هنا راها العجينة مجموعة ولكن مازالة مرخوفة سافي غادي نحطها في سطح العمل ونبدو باش نوجدو هدو الفقاقص راها ساهل 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 غير زعمو ونوضو جدو وتقدرو تخليو بيض تزيدو مع هدو المشماش والزبيب وديرو نص الكيمية الخرا بحال هكا كيما درت لانا بالكاكاو واللوز مهم تقدرو تزبدعو فيه تقدرو تديرو جوش تحلي بودا مهم تنحط لكم انواع خرين ان شاء الله باش ما نحرق لكمش المراحل وما ندربش عليكم سافي هنا غادي نشكل دي بودان اليوم ارقاق وصغير وعين بغيتوا تديرو فقاس كبير عادي ديروه بهذا الوصفة كي يجي رائع جدا جدا بغيتوني نشارك معاكم الفقاس الكبير بنفس الوصفة وبتاريقة واحدة اخرى قولوها ليا خليو ليالتعاليقكم في صندوق الوصف وان شاء الله نشاركو معاكم كيكا تشوفوا ليبودان كندرو طول ديالهم عاشي على قياس اللاطا اللي غا ندخلو الفران وكيجيونا ارقاوقين حت كيت نفخوا واحد شوية في الفران ندروها بعين الاعتبار سافي حتى كنكمل ليبودان كامل اللي عندي سافين بعد ما غا نسالي غا ندرهم في اللاطا من طبيعة الحالي لازينهم كيعواجو حي تلعجينا عدنا مرخوفة شوية كنقدوم زيان في اللاطا وفي هاد الاتناء انا مسخنا الفران على درجات حرارة منخافضة جدا 150 درجة وكنديرو من الاحسن من الاحسن بحل ده بالفقاس الكبير كنديرو فران اللي هو بارد كندخلو فران بارد عاد كنشعلو عليه فران باش ما كيتفرق عشو ما هات صغير ما توقع عليه والو كما غادي تشوفوا معي في الفيديو عادي جدا غادي نستفكوا كل شي في اللاطا غادي ندهنوهم بشوية ديال الصفار البيض مخلط مع شوية ديال الحليب والروح ديال إما الزهر وإما اللوز لباش عطينا هذا كل اللمعة من الفوق ما بغيتواش مديرواش مكين حتى شي مشكل ونخشيو اللاطا ديالنا في الفران مدة خمسة وعشرين ثلاثين دقيقة الماكسيموم ما تفوتوش ثلاثين دقيقة من الأحسن تخلي وحتي شوية ديال العجينة اللي هي بيضة باش تحرفوا كيفاش غاي كون اللون ديال الفقاس ديالكم صراحة انت اتموريتكم هادي حيث أنا كنا عرف اللون زع ما راها ما تتحرقش ديال هادي العجينة ديال كاكا وبالزاف ديالناس كي تغشو فيها وتي خلي وحتي تتحرق ليهم تتحرق ليهم مرة ما زالا ما زالا ما طابت شوية را طابت حيث اللون كحل شوية صعيف في الطيام خليوا حتي رايف العجينة وخدو بيها القيز ديالكم صافي خليوها كما قلت لكم خمسة وعشرين ثلاثين دقيقة الماكسيموم حتى ترقيق وتي طيب دغيات دغيات من الأحسن ديرو فالرف الوسطاني ديال الفران باش ما يتشوت لكم شوية ديروش من التحت اوكا تيكون لبودان ديالنا بعد ما طابوا نص طيبة مهما خسهم شي بقا ورطبين من الفوق خسهم يكونوا شدين راسهم مزيان انا خليهم يبردوا ما نغطيهم متى شي حاجة ممكن تخشوهم في تلاجة لكن تزربانين عليهم واحد لعشر دقايق ولا عشرين دقيقة واقطعو ما نخليزهم في الكوزينة حتى بردوا وندوزوا باش نقطعوهم بالنسبة للتقطاع اما موسيقون ماضي مزيان مزيان اما بحال هاد النوع هادا كي توفر في المكتابات او لا الا مشيتو بحال دابا البنات اللي في امريكا انا خليت هادا من تارجيت نوعية جيدة كنت كان اخد غيديا الدولار ضغيات غياتي خسارو كيتصده وكيتهررسو كيعواش موهن ولكن هادا خليتو بتتناشل دولار زوين بالساف ما رائع جدا حتى المزيالو قاس حتيها بطنيشان مع الفقاس وتي قطعو مزيان كي كتوفو غي برد الفقاس بديت كان قطع ولكن خصو يكون بارد باش ميتفرتتلي ناش خليت واحد ساعة لما نقيت الكوزينة وقديتها صافي وجدت خليت نفس اللاطفاش طيبتو نيت هو فاش خاتين طيبو مرة اخرى باش ما تكتروش عيال معا كترت عليكو ملادرا سافيك ان قطعوهم الاحسن يكون رقيق بغيتو يجيكم صغر منهك اتقطعو نيشان ما تميلوش لموس بغيتو شي شوية يجيكم ذاك شكيل ديال الفقاس زوين اميلو الموس كي ما كان دير انا كيكا تشوفو كي يجي ذاك اللوز باين فيه مقطعها بحلاك كي يجي صراحة رائع جدا ممكن تشدو لما عندكمش اللوز ايفيلي تشدو اللوز عادي تفسخوه وتقطعوه بالمقص طويل وديروه تهوه بالمقص حليا بالموس وديروه تهوه فساد الفقاس غانستامر حتى كنسالي الكيمية اللي عندي كاملة ذوك اللي بودان كاملة اللي عندي كنقطعوهم باش خديندوزو نطيبوهم في الفران واحد الحاجة ما قلتاش لكم انهو ما كيضيع منو والو ما عددوك الريوص دياللي بودانهو ما اللي كيكونو زع ما ما نقديش وما المباقي ما كيتفرتت ما كيتهرسمت اشي حاجة طفي كنستفو فلاتا وكنكون مسخنا الفران على مية وخمسين اسمحولي على مية وثمانين داراجة وكنديرو حتى كيبال ينشف وبدأ كييتقرمش خصو يجينا هو مقرمش وزوين هاد الفقيقصات هادو ما ندخلوهمش فران مجهيد بزاف دغي دغي كييتشوطوكي وما تيبقو من الداخل ما زالي نرطبين دخلوهم على مية وثمانين مية وسبعين داراجة خليوهم حتى يبنو لكم تشدو الفقيقصة وتهرسوها بحالكة وتعرفوها بانها صافي زع مرة انشفات مزيان وبقتلينا مقرمشة جربوه صراحة كيجي رائع غادي عجبكم بزاف 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 وكيكتشوفو سهل جدا جدا ماشي شي حاجة ليصعبة ومكونات حتى هما ما صعبش وان شاء الله نشارك معكم وصفات خرين العشورة يلا قلتو هاد الفقيقص درتو العام اللي فات وما شجلتوش هاد العام عاد كتاب نشجلو نتمنىكم تجربوه شكرا لكم بزاف نتمنى الناس اللي مشاركينش في القناة ويشاركو في القناة يلا عجبكم الفيديو خليولي لايك وتعليق وخليت لكم راح تلاح فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة